يعني أحياناً أنت لما يطلع عندك لاعب شب زي كده ويعطيك لمحات تحتار تقول أتكلم عنه وأثني عليه وأشجع ولعت جاهلة علشان يركز في الملعب وما ينغر وما يلتفت لأشياء بره وش الطريقة الأمثل للتعامل مع لاعب زي الحمدان ولد ممه قوي ورجان إن شاء الله ولكن أتكلم أنه إمكانياته واضح أنه اشتغل على نفسه كويس يعني الهدف من السجل عبد الفتاح حسيري الالتفات السريع هو قاعد يجري ورمى الكورة قدام عبد الفتاح ومبع على نفس الخط فيه لمسات يعني لش الطريقة الأمثل للتعامل معه إعلامية إعلامياً ما أحد يستطيع سيطرة على الإعلام السعودي في مسألة كرة الخدم صراحة يعني كل رأس مالها يتصير ببرامة مع النصر ولا الهلال ويصير حركة معه خلص حيتم استهدافه لمدة سنة ما نخدعش نفسنا يعني في الموضوع لكن أنا عجبني فيه منه الرجل ذهنياً قوي يعني الرجل ضيع ركل الجزاء في أول فرصة بالشوط الثاني هو اللي قاتل عليها مرتين ورجع انفرد وحاول يختمها بطريقة جميلة التمريرة بأكثر من وقف عمل كل شيء بعمل مهاجم دافع وقاتل وسجل وصنع صار عجزار عمل كل شيء بقدر ممكن أن نعمل مهاجم بمباراة واحدة وبالتالي هذا كله بذلك أنه عقلياً وذهنياً قوي جداً وهذا الشيء اللي بنراهن عنه للمستقبل أنا صراحة عنه شفتم منه بالدوري ولا شفتم منه هون بس أنا بخاف من الجمهور السعودي أنه زي ما قلنا نحكي أنه بتذكر كثير لقدام بس هذا بتراهن عليه بتراهن عليه أنه بتذكر بداياته بعد أربع خمس سنين أنا أنا أخافي عليها أنا شفت ردة الفعل والأكثر أول مهرد عنه مشروع لاعب بعدين من كثر ما فقدنا كذا لاعب يعني لاحظوا لاعب القامة طويلة يعني من زمان ما شفنا لاعب بس فاين سعودي أبو تركي 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 أشغلت هل ردنا على سؤال حتى لأن أبو جود لا أنا أقول أنه فعلاً تعتني حق وتثني عليه لأنه حتى لبعض اللاعبين تراه يكون في عمره 27 سنة أو 26 سنة تبدر منهم تصرفات صح ولا لا تبيلك أنه عقلية اللاعب ما هي عقلية احترافية صح ولا لا ممكن أأثر عليه نقض يخو ودي حد يعطيني بصراحة والله العظيم ودي حد يجيبي ذلك الكتاب حق العقلية الاحترافية كل ما جاء واحد يقول لك والله ما عنده عقلية احترافية طيب واش تعرف العقلية الاحترافية مدري لا أولو ويأتي واحد يقول لك والله هذا الرجل ما عنده مهنية ويه عنده الكتاب ناخد نقريه للناس ونقرأ عشان اتفق على كلنا يعني ما عارف انا وش المعاني انا وجرسيه بسيطة انا اتشف في الخير يعني اللي وصلت له ان تقول على كيفي انت محتاج ما تقول على كيفي انت محتاج يعني خبرة متواضعة يعني اقو ترجع لعقلية اللعب يعني ناخذ العيبة دائما نذكرها محمد الشلهو من كم سنة باله ارازو عمره سبع طاعت ما تشعر كل الابواس اللي اطلع لحظ في الهلال ومنتقب كل سنة يعني سبحان الله يتجدد رجوميته ترجع لعقلية اللعب والبيئة اللي حونة البيت الزملاءة بس اللاعب سبعين في المية فكرة اذا اراد يستمر طبيعي اللاعب يلعب في مسرح وبيجي اضوالها محمد نور يعني مو بس المحمد الشلوب ماجد اجيال ماجد عبدالله صالح النعيمة نتكلم حيث الجمعان فهد الهريف مروا بهالتصريط الاضواء عليهم لكنه استمروا الاستمراريها ترجع لعقلية اللاعب وانه هذا لازلت في بداية المشوار يعني اما تقولك والله ما انا بغير نقص عليه بالمدعش لا اذا هو هذا لترجع لعقلية اللاعب لكن انا ما اقول انا خاف عليه من الغرور ما اجيب سيرة غرور هذا لان الغرور هذا راجع لنفسه وشخصية تفكيره على تطوير مهاراته لا يستمر على اني انا كذا لاعب ووصلت للنجومية لسه توق في اول سلة لو في نقطة تركي بس من تتكلم عن العقلية الاحترافية انا اعتقد ان تعريفها سهل جدا هي تنطبق على كل اللاعبين على كل واحد في مهنته يعني انت حتى كمدية ولا احنا في مجال الاعلام لو يعني مثلا مهاجمة الجمهور او انتقادات الجمهور لك صح الله تستمع لها صح الله حتلاقيك وخلاص مهدي زي ما يبغى الجمهور وفي اول انك تكون ضدهم صح الله لا في ايضا بعضهم ينجرف مع المديح مديح جماهي صح الله في اي سلوك معين يستمر فهي هذه العقلية الاحترافية في العمل سواء الاعلامي سواء الرياضي احنا نتكلم هنا عن عقليته الرياضي